اشتركوا في القناة لنكتشف ذلك سويا القلب هو اهم عضو في جسم الانسان ويقع في وسط القفص الصدري ويميل قليلا لجهة اليسار وله وظيفة مهمة جدا وهي ضخ الدم الى اجزاء الجسم وذلك لنستطيع البقاء على قيد الحياة دعونا نلقي نظرة اقرب الى القلب لنعرف كيف يعمل قلب الانسان يحتوي على اربعة غرف غرفتان في الاعلى وهما الاذين الايسر والاذين الايمن وغرفتان في الاسفل وهما البطين الايسر والبطين الايمن الرحلة تبدأ من الاذين الايمن حيث يدخل الدم الذي لا يحمل اي اكسجين الى الاذين الايمن ثم ينتقل عبر صمام يسمى الصمام الثلاثي الى البطين الايمن يقوم البطين الايمن بضخ الدم عبر الشريان الريئوي ليذهب الى الريئتين وهناك يحمل الدم الاكسجين من الريئتين ثم ينتقل الى الاذين الايسر عن طريق الاوردة الريئوية وبعدها ينتقل الدم الى البطين الايسر عن طريق الصمام الثنائي ثم ينتقل من البطين الايسر الى بقية اجزاء الجسم هذه رحلة طويلة اليس كذلك؟ هل تعلمون اصدقائي ان قلب الانسان يضخ ما يقارب الفان جالون من الدم كل يوم؟ وهل تعلمون ان قلب الانسان ينبض مئة الف مرة تقريبا في اليوم؟ وما يقارب خمسة وثلاثون مليون نبضة في السنة؟ حان الوقت لسؤال اليوم من اي جزء في القلب يتم ضخ الدم الغير محمل بالاكسجين الى الرئة؟ اكتبوا لي اجاباتكم في التعليقات في الاسفل نرجو ان تكونوا استفدتم واستمتعتم من درسنا اليوم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركتها مع من تحبون نراكم في حلقة قادمة مع معلومات ممتعة جديدة الى اللقاء